السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف السادس الدرس الثالث من الوحدة الثامنة بعنوان إيجاد مساحة شبه المنحرف والطائرة الورقية الجزء الأول أهداف الدرس أولاً إيجاد مساحة شبه المنحرف بتقسيمه إلى مستطيل ومثلثين بصورة صحيحة ثانياً إيجاد مساحة شبه منحرف طولاء ضلعيه غير المتوازيين مختلفان والآن عزيز الطالب لننتقل إلى صفحة 217 اشرح تم تغيير شكل المنطقة المحظورة في ملاعب كرة السلة الأوروبية من شكل شبه منحرف إلى مستطيل عام 2010 يوضح المخطط أدناه شكل هذه المنطقة قبل عام 2010 مميز باللون الأزرق لاحظ عزيز الطالب هذا الخط يسمى خط الرمية الحرة وهذا الخط يسمى الخط الخلفي والمنطقة المحظورة في ملعب كرة السلة هي المساحة الواقع بين خط الرمية الحرة والخط الخلفي إذن ما ارتفاع المنطقة المحظورة؟ نعم أحسنتم خمسة وثمانية أجزاء من عشر متر ثانيا بكم يزيد طول الخط الخلفي للمنطقة المحظورة عن طول خط الرمية الحرة؟ نعم أحسنتم نطرح ثلاثة وستة أجزاء من عشرة من العدد ستة فيكون الناتج اثنان وأربعة أجزاء من عشرة متر والآن لننتقل إلى الجزء A من هذا السؤال ابن الحجج الرياضية أوجد عبد الله مساحة المنطقة المحظورة لضرب طول القاعدة في الارتفاع هل هذه الطريقة منطقية؟ والآن عزيز الطالب أوقف الفيديو وفكر في الإجابة عن هذا السؤال ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أهلا بك مجددا عزيز الطالب لعلك قمت بالإجابة عن هذا السؤال وتوصلت إلى إجابة ما ولنجيب معا عن هذا السؤال كلا ضرب ستة في خمسة وثمانية أجزاء من عشرة تعطي مساحة المستطيل المرسوم حول المنطقة المحظورة كان على عبد الله طرح مساحة المثلثين من هذه المساحة لإيجاد المساحة المنطقة المحظورة ولننتقل الآن إلى الجزء به من هذا السؤال استعمل البنية في الحل كيف يمكن لعبد الله إيجاد مساحة شبه المنحرف من خلال تجزئته إلى أشكال معروفة ما مساحة المنطقة المحظورة والآن أوقف الفيديو وأجب عن هذا السؤال ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أهلاً بك مجدداً عزيز الطالب لعلك قمت بحل هذا السؤال وتوصلت إلى إجابة ما ولنناقش حلول بعض من الطلاب عمل فاطمة تقول فاطمة يمكنني استعمال قطعتين مستقيمتين رأسيتين لتجزئة شبه المنحرف إلى مستطيل ومثلثين متطابقين مساحة المستطيل A تساوي L ضرب W أي الطول ضرب العرض إذن A تساوي خمسة وثمانية أجزاء من عشرة ضرب ثلاثة وستة أجزاء من عشرة وتساوي عشرون وثمان وثمانون جزءاً من مئة مساحة مثلث واحد وللإيجاد مساحة مثلث واحد لابد من إيجاد طول القاعدة إذن القاعدة B تساوي 6 طرح ثلاث وستة أجزاء من عشرة اسم اثنان وتساوي واحد وجزئين من عشرة إذن A مساحة المثلث تساوي نصف ضرب B ضرب H وتساوي نصف ضرب واحد وجزئين من عشرة ضرب خمسة وثمانية أجزاء من عشرة فيكون الناتج ثلاث وثمانين وأربعون جزءاً من مئة إذن مساحة الشكل كاملاً أي شبه المنحرف تساوي مجموع مساحة المستطيل والمثلثين إذن عشرون وثمانين وثمانون جزءاً من مئة جمع ثلاث وثمانين وأربعون من مئة مجموعاً إلى ثلاث وثمانين وأربعون من مئة يساوي سبعة وعشرون وأربع وثمانون جزءاً من مئة إذن لاحب عزيز الطالب أن عشرون وثمانين وثمانون جزءاً من مئة هي مساحة المستطيل وأن مساحة المثلث هي ثلاث وثمانين وأربعون جزءاً من مئة إذن حصلنا على مساحة شبه المنحرف وهو سبعة وعشرون وأربع وثمانون جزءاً من مئة عمل سلمة تقول سلمة يمكنني تقسيم شبه المنحرف إلى متوازي أضلاع ومثلث إذن لاحظ عزيز الطالب كيف قسمت سلمة شبه المنحرف إلى متوازي أضلاع ومثلث مساحة متوازي الأضلاع تساوي ثلاث وستة أجزاء من عشرة ضرب خمسة وثمانين أجزاء من عشرة وتساوي عشرون وثمانين وثمانون جزءاً من مئة أي قمنا بضرب طول القاعدة في الارتفاع ومساحة المثلث هي نصف ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع وتساوي خمسة أجزاء من عشرة ضرب اثنان وأربعة أجزاء من عشرة ضرب خمسة وثمانية أجزاء من عشرة وتساوي ستة وستة وتسعون جزءاً من مئة إذن المساحة الكلية تساوي مجموع مساحتي متوازي الأضلاع والمثلث كما يلي مساحة متوازي الأضلاع هي عشرون وثمانين وثمانون جزءاً من مئة ومساحة المثلث هي ستة وستة وتسعون جزءاً من مئة وتساوي سبعة وعشرون وأربعة وثمانون جزءاً من مئة متر مربع والآن عزاء الطلاب لننتقل إلى السؤال الأساس كيف يمكنك إيجاد مساحة شبه المنحرف ومساحة الطائرة الورقية وللإجابة عن هذا السؤال عزاء الطلاب سنقوم بحل بعض الأمثلة والتمارين المثال الأول صفحة مئتان وثمانية عشر إيجاد مساحة شبه المنحرف للمرع المجاور شكل شبه منحرف أوجد مساحته وقبل حل هذا المثال سنقوم بالإجابة عن بعض الأسئلة أولاً ماذا تعرف عن الضلعين العلوي والسفلي في شبه المنحرف؟ أحسنتم إنهما متوازيان السؤال الثاني كيف يمكن تجزئة شبه المنحرف إلى مستطيل ومثلثين؟ نعم أحسنتم أرسم قطعتين مستقيمتين رأسيتين من الرأسين العلويين بحيث تكونان عموديتين على القاعدة السؤال الثالث كيف يمكنك إيجاد قاعدة المثلث الأيمن؟ نعم أحسنتم أجمع عشر متر وأربع متر وأطرح ناتج الجمع من ثمانية عشر متراً السؤال الرابع لماذا يكون ارتفاع كلا المثلثين دائماً هو نفسه في أي شبه منحرف؟ نعم لأن المسافة بين المستقيمات المتوازية ثابتة ولنناقش معاً حل هذا المثال أولاً عزيز الطالب جزئ شبه المنحرف إلى مستطيل ومثلثين كما يلي لاحظ عزيز الطالب طول قاعدة المثلث الأيسر أربعة أمتار وعرض المستطيل عشرة أمتار ولإيجاد طول قاعدة المثلث الأيمن سنقوم بجمع عرض المستطيل وهو عشرة أمتار وطول قاعدة المثلث الأيسر وهو أربعة أمتار وثم طرحه من ثمانية عشر متراً إذن كما يلي ثمانية عشر طرح أربعة زائد عشرة وتساوي أربعة أمتار إذن طول قاعدة المثلث الأيمن أربعة أمتار إذن حصلنا على مثلثين متطابقين إذن سنقوم بحساب مساحة المستطيل ومساحة المثلثين المستطيل عرضه 10 أمتار وطوله 12 مترا المثلث الأيمن طول قاعدته 4 أمتار وارتفاعه 12 مترا والمثلث الأيسر طول قاعدته 4 أمتار وارتفاعه 12 مترا إذن مساحة المستطيل هي الطول ضرب العرض وتساوي 10 ضرب 12 وتساوي 120 مترا مربع مساحة المثلث الأيمن هي نصف ضرب B ضرب H وتساوي نصف ضرب 4 ضرب 12 وتساوي نصف ضرب 48 وتساوي 24 مترا مربع ومساحة المثلث الأيسر هي نصف ضرب B ضرب H وتساوي نصف ضرب 4 ضرب 12 وتساوي نصف ضرب 48 وتساوي 24 مترا مربع إذن أجمع المساحات الناتجة فتكون كما يلي 24 مجموعا إلى 120 مجموعا إلى 24 فيكون الناتج 168 مترا مربع وهو مساحة شبه المنحرف إذن مساحة المرعى تساوي 168 مترا مربع والآن عزاء الطلاب لننتقل إلى حاول أن تحل صفحة 218 كيف تجزئ شبه المنحرف المجاور لإيجاد مساحته؟ أوجد مساحة شبه المنحرف عزيز الطالب قبل أن تبدأ بالحل لنجيب معا عن هذين السؤالين أولا كيف يمكنك إيجاد ارتفاع المثلث؟ أحسنت أطرح 26.25 جزء من 100 سنتيمتر من 11.25 جزء من 100 سنتيمتر ثانيا ما طول قاعدة المثلث؟ أحسنت 5 سنتيمترات والآن عزيز الطالب أوقف الفيديو وأجب عن هذا السؤال ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أهلا بك مجددا عزيز الطالب لعلك قمت بحل هذا السؤال وتوصلت إلى الإجابة الصحيحة ولنناقش الحل معا الحل لاحظ عزيز الطالب سنقوم بتجزئة شبه المنحرف إلى مستطيل ومثلث سنحصل على مثلث طول قاعدته 5 سنتيمترات وارتفاعه 11.25 جزء من 100 طرح 6.25 جزء من 100 فيكون الناتج 5 سنتيمترات والمستطيل عرضه 5 سنتيمترات وطوله 6.25 جزء من 100 سنتيمتر إذن مساحة المثلث هي نصف ضرب B ضرب H وتساوي نصف ضرب 5 ضرب 5 وتساوي نصف ضرب 25 وتساوي 12.5 أجزاء من 10 سنتيمتر مربع ومساحة المستطيل هي الطول ضرب العرض وتساوي 5 ضرب 26.25 جزء من 100 وتساوي 31.25 جزء من 100 سنتيمتر مربع إذن أجمع المساحات الناتجة فتكون كما يلي 12.5 أجزاء من 10 مجموعا إلى 31.25 جزء من 100 فيكون الناتج 43.75 جزء من 100 سنتيمتر مربع إذن مساحة شبه المنحرف تساوي 43.75 جزء من 100 سنتيمتر مربع والآن عزاء الطلاب لننتقل إلى المثال الثاني صفحة 219 إيجاد مساحة شبه منحرف طولاض العيه غير المتوازيين مختلفان يحتاج بناء إلى قطع حجر على شكل شبه منحرف ليلائم المساحة كيف يمكنك إيجاد مساحة الوجه الأمامي للحجر؟ لاحظ عزيز الطالب أن شكل الحجر على شكل شبه منحرف وأن طول الضلع السفلي 12 إنش وطول الضلع العلوي 6 إنشات وارتفاع شبه المنحرف 5 إنشات ابحث عن العلاقات عندما تجزء شبه منحرف إلى مستطيل ومثلثين لا يكون المثلثان متطابقين دائما عزيز الطلاب هيا بنا لنجيب معا عن هذه الأسئلة لتساعدنا في الحل أولا كيف يمكنك إيجاد طول قاعدة المثلث الأيمن؟ نعم أحسنتم أطرحنات الجمع 4 إنش و6 إنش من 12 إنشا السؤال الثاني ما طول قاعدة وارتفاع المثلث الأيسر؟ أحسنتم طول قاعدة المثلث الأيسر 4 إنشات وارتفاعه 5 إنشات السؤال الثالث ما طول قاعدة وارتفاع المثلث الأيمن؟ أحسنتم طول القاعدة هي 2 إنش وارتفاعه هو 5 إنشات السؤال الرابع ما وجه الاختلاف بين شبه المنحرف هذا وشبه المنحرف المثال الأول؟ أحسنتم جميعا المثلثان في شبه المنحرف هذا غير متطابقين والآن عزائي الطلاب لنناقش حل هذا المثال أولا أرسم مخططا توضيحيا وقسم الشكل إلى مثلثين ومستطيل كما يلي لاحظ عزيز الطالب قمنا بإنزال عمود من القاعدة إلى رأس شبه المنحرف العلوي لنحصل على مثلث ارتفاعه 5 إنشات وطول قاعدته هو 12 طرح 4 زائد 6 فيتبقى لدينا 2 إنش نقوم بحساب مساحة المثلث الأيمن ومساحة المستطيل ومساحة المثلث الأيسر لاحظ عزيز الطالب المثلث الأيمن مساحته تساوي نصف ضرب B ضرب H وتساوي نصف ضرب 2 ضرب 5 وتساوي نصف ضرب 10 وتساوي 5 إنشات مربعة أما مساحة المستطيل فهي الطول ضرب العرض وتساوي 6 ضرب 5 وتساوي 30 إنشا مربع ومساحة المثلث الأيسر هي نصف ضرب B ضرب H وتساوي نصف ضرب 4 ضرب 5 وتساوي نصف ضرب 20 وتساوي 10 إنشات مربعة إذن أجمع المساحات الناتجة فتكون كما يلي 10 مجموعا إلى 30 مجموعا إلى 5 وتساوي 45 إنشا مربع إذن مساحة الوجه الأمامي للحجر تساوي 45 إنشا مربع إلى هنا أعزاء الطلاب وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته